تزدحم المبادرات وتتنوع المباحثات بين الفرقاء الليبيين في محاولات متفرقة لرأب الصدع والبدء مجددا في المسار السياسي نحو استقرار الأوضاع وحقن الدماء وإيجاد صيغة توافقية ترضي الأطراف المتصارعة فبينما تضيف مدينة بوزنيق المغربية مباحثات ليبية تتركز حاليا حول حسم مسألة المناصب السيادية أعلن وفد التفاوض في ختام الجولة الثانية من مباحثات برلين استمرار جلسات الحوار سعيا لتوافق شامل بشأن طرائق اختيار شاغل المناصب السيادية وسيعقد منتصف الشهر الحالي اجتماع لجنة الحوار السياسي في جنيف أو ربما في جزيرة جربة تونسية برعاية أممية لحسم قضية اختيار خليفة لفائز السراج فضلا عن نائبين لرئيس المجلس الرئاسي ورئيس للحكومة الجديدة إلا أن هذه الجهود الحثيثة تبدو كما يسير في حقل للألغام فمجلس النواب في طرابلس الذي يضم ثمانين نائبا أعلن رفضه محاولات تهميشه في محادثات بوزنيق بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق الموالي للجنرال خليفة حفتر والذي يضم ستة وعشرين نائبا فقط وعبر قادة عسكريون كبار في طرابلس عن رفضهم ما وصفوه بتقاسم المناصب بين برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة فضلا عن ذلك فإن أطرافا نافذة في الغرب الليبي تدعو إلى إنهاء المراحل الانتقالية التي يدعو إليها عقيل صالح رئيس برلمان طبرق والبدء بذلا من ذلك في تنظيم استفتاء على الدستور ثم إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مباشرة واقعا فإن ممثل الشرق الليبي لا يملكون تنفيذ ما سيتفق عليه في هذه المحادثات من دون موافقة حفتر الذي تسيطر قواته على الأرض هناك فإن حفتر بحسب مراقبين ربما يكرر ما فعله سابقا عندما أفشل مؤتمر الحوار الليبي الذي كانت تعد له الأمم المتحدة إذ هاجم طرابلس قبل عشرة أيام من موعد انطلاق المؤتمر وهو الأمر الذي ربما ينسف كل تلك الجهود ترجمة نانسي قنقر